هلأ رح نبلش نحكي عن الانقسام المتساوي ومعطينا صورة تبين لنا الخلية الحيوانية في نهاية المرحلة البينية النهاية المرحلة البينية يعني جاهزة لعملية الانقسام الخلوي هذا الانقسام اللي بدنا نحكي عنه أول واحد الانقسام المتساوي شو أبرز المظاهر اللي بتكون فيه النواة حجمها كتير كبير ليش لأنه صار فيه تضاعف للمادة الوراثية النوية بعدها واضحة المادة الوراثية على شكل شبكة من الخيوط رفعة متداخلة بين بعضها البعض اسمها الشبكة الكروماتينية في عندي كمان زوج من المريكزات وظيفتهم إطلاق الخيوط المغزلية المهمة طبعا في عملية الانقسام الخلوي هلأ هون عندي الغلاف النووي هايو بيكون لسا توعم يحيط في الشبكة الكروماتينية إحنا هون بنمهد عشان الخلية راح تفوت بالانقسام المتساوي بأربعة أطوار يعني هاي الخلية في نهاية المرحلة البينية لسا ما فوتنا على الانقسام هلأ راح نروح نشوف أشياء أطوار الانقسام أول طور عندي من أطوار الانقسام المتساوي اللي هو طور التمهيدي هاي الصورة واضحة أول شي صار عندي اختفاء النوية اللي كانت واضحة في نهاية المرحلة البينية بعدين المادة الوراثية اللي كانت شبكة من الخيوط الكروماتينية صارت على شكل خيوط قصيرة راح نسميها كروموسومات هايها خيوط قصيرة اسمها الكروموسومات وكل كروموسوم بتكون من خيطين سميناهم الكروماتيدين هيك هذا كروماتيد وهذا كمان كروماتيد بالمنتصف عندي القطعة المركزية اللي بدنا نسميها السنترومير عندك سؤال هون لاحظ الخيوط المغزلية من أين تنتج؟ تنتج من المرايكزات الخيوط المغزلية تنتج من المرايكزات هاي أبرز مراحل الطور التمهيدي يعني الخلية بلشت تترتب حالها المرايكزات أعطتني الخيوط المغزلية ترتبت الكروموسومات على شكل نسختين كل واحدة فيهم اسمها كروماتيد وهما طبعا كروماتيدين شقيقين وبيرتبطوا مع بعض بالسنترومير هلا الطور الاستوائي أبرز ما ظاهره إنه الكروموسومات اللي ظهرت عندي بالطور التمهيدي راح تتصفت وسط الخلية يعني تترتب بشكل استفاف في وسط الخلية وبعدين عندي الخيوط المغزلية راح تطلق قصدي المرايكزات راح تطلق الخيوط المغزلية وترتبت من عند السنترومير شو صار للغلاف الخلوي اختفى هلا الطور الانفصالي إيش بصير فيه هاي الخيوط المغزلية راح تنكمش وتسحب معها كروماتيد واحد هاي راح تاخد كروماتيد وهذا المرايكز لخيوط المغزلية راح تسحب كروماتيد وين باتجاه أقطاب الخلية في نهاية هذا الطور راح تتجمع مجموعة من الكروموسومات عند أحد أقطاب الخلية يعني هدولا راح يجو هون وهدول راح يجو هون نهاية راح يصير في عندي كل كروماتيد بهذا الطور راح يصير كروموسوم بيكون عندي عدد الكروموسومات في كل مجموعة نفس عدد الكروموسومات في الخلية الأم الأصلية وبتكون عندي الغلاف النووي حول كل مجموعة من الكروموسومات وبصير بعدين تحول تدريجي لشبكة كروماتينية وبنقسم السايتو بلازم عشان يعطيني الخليتين الجديدتين هايهم هاي الخلايا بعد ما نسحبوا راح يصيروا عندي هون خليتين بعدين راح يصير لهم انقسام بأي طور الطور النهائي هلا تختلف طريقة انقسام السايتو بلازم في الخلايا الحيوانية عنها في الخلايا النباتية هاي الصورة بتبين لي الخلايا الحيوانية ايش بصير فيها في عندي العملية اللي بتصير اسمها التخصر ايش يعني يعني انقسام السايتو بلازم بتصير بحدوث هون هاي الشد كيف بدو يعملها زي خصر هون بدو يصير عندي تخصر لهاي الخلية في وسطها بعدين تضيق في الوسط بعدين انقسام للسايتوبلاز بعد ما يصير التخصر والتضيق من هون رح يعطيني خليتين اجداد هذا بالنسبة للخلايا الحيوانية بالنسبة للخلايا النباتية رح يختلف الموضوع رح يصير عندي استفاف هون لإشي اسمه الحويصلات الغشائية هاي الحويصلات الغشائية بتركيبها بيكون نفس تركيب الجدار الخلوي تيجي تصطف في وسط الخلية بعدين تلتح مع بعض بتكون لي إشي اسمه صفيحة وسطة هاي الصفيحة الوسطة رح تشكل لي جدار الخلية بعدين الخلايا الناتجة رح تحتوي على خليتين اجداد هاي بالخلايا النباتية إذن الفرق بين الانقسام في الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية ضروري الخلايا الحيوانية نحكي عملية تخصر لكن الخلايا النباتية استفاف مجموعة من الحويصلات الغشائية على اللي هي طبعا نفس مكونات الجدار الخلوي في وسط الخلية بعدين بتلتحم تعطيني صفيحة وسطة وبتشكل لي جدار الخلية هذا كل يأتي بالنسبة للانقسام المتساوي في التصوير الجاي إن شاء الله رح نحكي عن الانقسام المنصف شكرا للمشاهدة